ليدة مربي ذيقار اخوانكم مرينا به في عام 2012 و2013 مرورا بالاحداث اللي صارت بالعراق وصارت في الموصل وصارت بالمحافظات ابتدأت بمطالب حقها والناس طلعت الطالب بحقوقه كما اخواننا اليوم وشبابنا المتظاهر طلع في كل محافظاتنا وطلع يطالب بحقوقه بالحياة الكريمة بتوفير فرص العمل بتوفير الخدمة وما حد يقدر ينكر حق لا اللي طلعوا بالـ 2012 أو 2013 ولا اخواننا وشبابنا اللي طلعوا بالـ 2019 لكن ما بعدها من اللي يدخل على الخط الان احنا امام مسؤولية مو فقط مجلس النواب وادارة مجلس النواب هاي مسؤولية الدولة ضعف الناصرية والحوادث المتكرر صير في الناصرية راح تنعكس في كل مكان وذيقار تحتاج الى قرار دولة مو فقط مؤسسة اخواننا لب